بر سريعاً على شوية الشائعات أكيد حالياً بتتابع الشائعات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا بالطبع أو من الناس اللي عمالة حرد يعني آخر الشائعات كانت موضوع الخبز تم رفع الدعم عن الخبز الناس هتاخدوا بدلاً منه دعم نقدي ونفان بارح وزير التموين ترد أيضاً إزاي دكتور إبراهيم على الموضوع؟ بنفي جملةً وتفصيلاً أي تغير في شكل الدعم سواء بالنسبة للخبز الذي يستفيد منه 72 مليون مواطن أو السلعة التموينية الذي يستفيد منها 64 مليون مواطن تحت منظومة الدعم ليس هناك تغيير في شكل الدعم ليس هناك زيادات سعرية عن ما تم الاتفاق عليه زي ما قلت لحضرتك كيس الرز بـ 10 جنيه ونص في المنافذ الخاصة بوزارة التموين اللي احنا ذكرنا هي الأكبر 40 ألف منفذ مش كده بس ده احنا هننزل سيارات تجوب القرى والنجوع لزيادة حجم المعروض من هذه السلعة بالأسعار اللي أنا ذكرتها تمام؟ فبالتالي ليس هناك أي نوع من الاستنتاج أو القفص إلى أن يكون هناك إشاعة تتعلق بتحويل الدعم أو تخفيض الدعم أو زيادة سعرية أو شيء من هذا القبيل جملة وتفصيلاً الحقيقة بنقول هذا بالفم المليان ليس هناك توجه بالمرة لتغيير نظام الدعم أو شكل الدعم أو ما اتفق عليه خمس رغيفة للفرد في اليوم تكلفة الرغيف على المواطن خمس كروش تكلفة هذا الرغيف على الدولة 85 قرش فكل رغيف مدعوم من خبر الدولة وده تقريباً كده من التمانينات ما تحركش طبعاً لا ده هو أنا عايزة أقول لك حاجة الجنيه بيشتري عشرين رغيف أنا أتصور النهاردة لو عملنا مقارنة الجنيه مش هشتري أي عشرين أي حاجة مش كده؟ فأقل سلعة بيعاً هي الخبز بس الخبز ده مهم جداً بالنسبة للمواطنين ده هو السلعة الأساسية في الفطار والغدى والعشر وهو قيمة غزائية كبيرة والخبز التمويني طعماً وقيمة غزائية هو أفضل من الرغيف الآخر الذي يباع فيه المخابز الأفرنجية بس خلي بالحديث كمان حتى الدولة تدخلت لما الرغيف الأفرنجي في المخابز الأفرنجية تحرك ومدت الوزارة المخابز الأفرنجية بسعر تن الأمح 9000 جنيه عشان الرغيف بالنسبة للطالب في المدرسة وباقي المواطنين يتم بيعه بالسعر العادل فإذا الدولة تتدخل للحفاظ على الدعم بالنسبة الشريحة الأولى بالرعاية الجزء الآخر إن كمان الدولة بتتدخل لضبط الأسعار لما يكون هناك جشع أو زيادات من قبل التجارة وإحنا بنتكلم عن الأمح بنتكلم على مخزون يكفينا لحد شهر إبريل آه وبعد كده حيبتدي عندنا موسم الأمح وإحنا قررنا إن إحنا حنستورد مليون طن أمح أيوة زيادة على المخزون إحنا زي ما قلت الحقيقة إحنا بنستهلك المخزون إيه؟ المخزون عندنا 5 و 1 من 10 ده مخزون الأقماح تمام؟ إحنا بنستهلك في الشهر أنا بتكلم عن الدولة بالكامل 1 و 8 من 10 مليون طن أمح إحنا أكبر دولة مستوردة للأقماح